تأتي دعوة الزعيم الدني العراقي مقتدى الصدر لقادة التحالف الوطني الشعي اليوم مؤشرا على وجود عدة خلافات وتجاذبات بخصوص أكثر من قضية الصدر دعا قادة التحالف إلى إعادة النظر في سياساته الخاصة والعامة وإلى ضرورة تغيير وجوهه اللافت أن الدعوة تأتي في أعقاب رفض المرجع الشعي الأعلى في العراق على السستاني لقاء وفد من قيادة التحالف برئاسة عمار الحكيم خلافات وراءها عدة أسباب والرد على دعوة الصدر سلبا أو إيجابا ستكون له معطيات جديدة قد تحدد شكل التحالف وأقطابه لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد كل من عضو التيار الصدري ماجد الفرطوسي معنا أيضا عضو اتلاف المواطن رعد الحيدر مشاهدين بإمكانكم المشاركة معنا من خلال إرسال الأسئلة والتعليقات على موقعينا في تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ ماجد مساء الخير دعني أبدأ معك دعوة السيد الصدر إلى يعني إعادة النظر في التحالف الوطني سياساته الخاصة والعامة تغيير الوجوه ما الهدف من وراء هذه الدعوة وإلى أي مدى ستلقى استجابة برأيك أعوذ بالله العظيم من الشيطان العين الغوي رجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وبعد يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم في الحقيقة رد سماحة السيد القائد على هذه المهاترات السياسية وفعلا نحن نقصد لك شخصيا ليس برجل سياسة ولكن رجل دين ولكن ليتسنى للسامع والرائي بأنه يجب أن يكون على بينه لماذا رفض السيد القائد مثل هذه أو لو صح التعبير أراد السيد القائد كعهوده وعهود آبائه بأنه يكون وصنة الأمان للشعب العراقي حتى يكون على بر الأمان فله نظرة بأنه عندما جاء التحالف الوطني بقيادة السيد عمار الحكيم ورفضهم السيد علي السستاني كان اندل على شيء فهو رفض الشعب إلى هذا التحالف ويجب أن يعيد النظر كما قالها السيد القائد مقتدى الخير مقتدى الصدر ويجب أن تبدل هذه الوجوه بوجوه نزيهة طيبة تريد مصلحة العراق وليس المصلحة الخاصة أو الجنة أو الترسي التحالف الوطني تكتل الأكبر في البرلمان العراقي ومشتل شريحة كبيرة واختاره العراقيون في نهاية المطاف ما المشكلة في هذا التحالف من وجهة نظركم من وجهة نظرنا لو صح التعبير بأنه لعله ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيجب أن يعيد النظر وخاصة الناس أو العالم أو الشعب العراقي يعيد نظر عند انتخابهم لأنه هذه بعض الوجوه وليس كل الوجوه في نظري بأنه يجب أن يعيد نفسه لأنه يجب على الإنسان أن يصلح نفسه وبعدين يصلح الآخرين فيجب أن يعني بعض الدول يعني مثل كوبا اختاروا رئيس وما قبلوا عليه فئة من الناس وإذا به يستقال وهو ليس بمسلم فكيف بالمسلمين يجب على الإنسان أن يحس مدى الخطر الذي يحدق نعم يحدق بمن بالشعب العراقي ويجب أن يكون يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لو صح التعبير ونحن نشيد والسيد القائد عزه الله ليس لديه عداء شخصي مع شخص معين ولكن هذا العمل الذي لا يكون فيه مرضات الله عز وجل ولا مرضات الشعب العراقي هو الذي يكون يسير على ما صار عليه الأعور الدجال لأنه ينظر بعين واحدة وليس نظرة الحق سأنتقل إلى الأستاذ راعد الحيدري مساء الخير أستاذ راعد مرحبا بك معنا في هذا الحوار نتحدث عن المشاكل داخل التحالف الوطني هناك دعوات مختلفة هناك كانت زيارة قام بها السيد الحكيم مع وفد إلى المرجعية على ما يبدو رفضت المرجعية لقاء الوفد ما الذي يحدث أولا داخل التحالف والدعوات التي نسمعها إلى ضرورة تغيير السياسات وتغيير الوجوه على ماذا تدل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم الكرام والتحية لشهداء العراق الذين سقطوا ضحية الإرهاب في الأيام الماضية حقيقة اليوم التحالف الوطني يسير بخطوات واضحة وخطوات جديدة وهو يولد من جديد بعد ست سنوات تقريبا من تشكيله لم يكن له مهمة سوى تشكيل الحكومة وثم ترك الأنان للحاكم يتصرف كيف يشاء وهناك اجتماعات حين الطوارئ هكذا كان التحالف الوطني ولكن الآن بعد استلام السيد الحكيم للتحالف كان الهم الأول هو لملمة شتات التحالف وجمع هذه القوى وبالفعل توفق في انتظام اجتماعاتها والتزام الجميع بالحضور ووضع خطة للسير وكذلك كان الهدف الأول هو البناء الداخلي فصوت على النظام الداخلي وصوت على اللجان التخصصية للتحالف والآن يعقد جلساته القيادية والسياسية والهيئة العامة بانتظام هذا المطلب الأول المطلب الثاني للتحالف والذي سار عليه هو مسألة التحرك على جمهور التحالف وهذا الأمر الثاني المهم الذي الآن نحن بحاجة إليه بعد أن فقد الجمهور تقريبا الثقة بالقيادات السياسية وخاصة بعد الأوضاع التي عاشها الأراق من تظاهرات ومطالبة بالإصلاح كان من الضروري أن نعقد الثقة مرة أخرى مع جمهورنا فصارت حركة على الجمهور وعلى لعله في الأيام القادمة مع المحافظات هناك تحرك آخر على المستوى الإقليمي وبدأ وفد التحالف بزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك لجمهورية الإسلامية وستعقبها إن شاء الله زيارات إقليمية ثم بعد ذلك على المجتمع الدولي لطرح مسألة العراق ومسألة مشاكل التي تخص بالعراق أما مسألة التي أشرتم إليها مسألة زيارة النجف والمرجعية يعلم الجميع أن المرجعية أغلقت بابها منذ سنتين تقريبا أو أكثر من سنتين ليس لوفد التحالف بل لجميع القيادين والمتحدث الآن ضيفك الكريم أيضا مغلق الباب أمامه وأمام جميع السياسيين فليس هناك تخصيص لوفد التحالف وبطبيعة الحال الوفد التحالف أيضا مشمول بالسياسيين ومشمول أيضا بغلق الباب يعني ليس شيئا جديدا ومعروف يعني دواعي المرجعية من هذا الأمر وهو إبراز عدم الرضا عن مجمل العمل السياسي في العراق اليوم التحالف يسير وفق منهجية مهمة وخاصة يقود مشروع مهم وهو مشروع التسوية الآن التسوية الوطنية وهو مشروعه الأول الذي الآن يحمله يحمل الرأي بعد هذه الثلاث عشر من القتال والمشاكل الداخلية والتفرقة الطائفية وخاصة نحن على أعقاب الانتصار النهائي على داعش وعلى فلولة وتحرير آخر شبر من أرض العراق بتحرير الموصل حداء سنكون قد انتهينا من الظاهرة الواضحة أو على الأرض لداعش أما بعد ذلك سيكون لدينا مشكلة ومشكلة ما بعد داعش كيف ستكون العلاقة بين فئات المجتمع العراقي بعد الخلاص من داعش وخاصة في المناطق المحررة هذه مشكلة إن لم نتهيئ لها وإن لم نعد العدة لها فسوف نقع في إشكال كبير ولكن أستاذ رعادي أنت تتحدث عن التحالف وكأن الأمور تسير على ما يرام داخل التحالف لا يوجد مشاكل الكل على وفاق والكل منسجم والكل يقبل بالمبادرة التي طرحها السيد الحكيم هناك الكثير من الخلافات داخل الاتلاف أود أن أسألك عنها بعد قليل أنت والسيد ماجد ولكن قبل ذلك سأنتقل إلى يوسف لبعض المشاركات من المشاهدين حول هذا الموضوع نعم مهند مشاركات مشاهدين على صفحتنا في تويتر عصام يقول تصريحات الصدر تعني بداية الانقسامات داخل التحالفات القائمة على أساس إثني أو طائفي سمير يقول مشكلة العراق في انتشار الفساد الذي وصل إلى مستويات مسبوقة كما يقول في النخب السياسية ربيع يقول لم يخرب العراق ولا المنطقة إلى الأحزاب التي ترفع الشعارات الدينية بشكل عام ومطلق يقول أخيرا فرات تقول عدم توحيد المرجعيات الدينية في العراق سبب رئيسي في الانقسام السياسي الذي أدى في النهاية إلى تفاقم الأوضاع يعني الخلاف ليس السياسي فقط وإنما حتى بين المرجعيات كما يقول فرات لو تقول شكرا جزيلا لك يوسف سأضرح بعض هذا النقاط على ضيفي أستاذ ماجد مسألة الصورة التي رسمها الأستاذ راعد قبل قليل عن الائتلاف الوطني يتحدث عن أنه مساعي للملمة شتات هذا التحالف والآن محاولات لإعادة ثقة الجمهور به يعني وطرح المبادرة طبعا التي تراحها السيد الحكيم الصورة تبدو جيدة من خلال هذا الكلام ولكن الواقع داخل التحالف لا يشير إلى الكثير من الانسجام والكثير من التفاهم ما رأيك في ذلك؟ في الحقيقة أستاذي العزيز يعني أنا قلت لك من البداية بأنه رجل دين وليس رجل سياسة ونتكلم عن الإصلاح والإصلاحات بصور عامة ولنا قدوة بأنه وأسوأ الإمام الحسين عليه السلام خرج لطلب الإصلاح وأما ما تفضلت به إن شاء الله وتفضل به الأستاذ رعد قبلك بأنه يقول لا يجوز الاستقبال المرجعية لمدة سنتين إذا كان هذا الحديث أو القول صحيح مع احتراماتي لضيفنا يعني الأستاذ رعد مع احتراماتي جل احتراماتي له للسامع الكريم وللشخصكم الكريم فلماذا السيد علي السستاني حفظه الله يستقبل السيد القاد مقتدى الخير مقتدى الصدر عزه الله وهو أيضا رجل دين ورجل يعني قائد وكذلك السيد عمار الحكيم رجل دين فلماذا المرجعية الرشيدة استقبلت السيد القاد مقتدى الصدر هذا من جانب يعني جواب هل الباب المرجعية مفتوح أستاذ ماجد أمام السيد مقتدى نعم نعم الباب مفتوح للسيد القاد مقتدى الصدر ولجميع طواف الشعب العراقي ومثل الذي يريد أن يتفضل في ذلك يذهب إلى النجف الأشرف في براني السيد علي السستاني ويعطي مثل الخبر فيكون اللقاء بسماحته متوفرا ويكون الجواب وافي ونحن يجب أن تكون ها وللعلم يعني وللتأكيد بأنه نحن ليس مشتتين ونحن تحت قيادة المرجعية الرشيدة فإذا قالت لكم الشهيدة الصدر قدس الله نفسه والزكية أبو السيد القاد مقتدى الصدر يقول حبيبي بأنه إذا قالت لكم الحوز قوموا فقوموا وإذا قالت لكم اقعدوا فقعدوا فنحن مع الحوز الشريفة وتكون خيمة للعراق وستر للعراق وتلم شم للعراق ويجب أن تكون حتى أنه عندما تظاهرنا واعتصمنا وحدثت الاحتجاجات فإنه الشعب خرج للأصلاح وللتغيير هذه الوجوه يعني ما أقدر أقول الكالحة لو صح التعبير ولكن يجب علينا ماذا يجب علينا أن نتبع كلام المرجعية فنحن بدون المرجعية لا نسوى أي شيء وخاصة نحن رجال دين ونحن رجال الحوزة ورجال الأم النجف الأشرف فأيضا وكذلك في التظاهرات الحكومة قررت واعتمدت بأنه ماذا تصنع تحمل المتظاهرين العزل ومباركة المرجعية الرحل ونبقى نتظاهر حتى الأصلاح إن شاء الله أستاذ رعد مسألة أستفسر عن هذه النقطة أنا لا علم لدي حقيقة إذا كان باب المرجعية قد أغلق أمام الأحزاب والقوى السياسية كما يقول الأستاذ ماجد أن الباب مفتوح على الأقل أمام السيد مقتضى الآن ليس جوهر حديثنا الباب مفتوح ولا مغلق ليس جوهر حديثنا ولكن أود أن أسأل إذا كان الباب مفتوح بالفعل لماذا لم يستقبل السيد الكل يعلم ليست لا أشيع سرا ولا يعني يطلق خبرا جديدا الباب مغلق منذ سنوات وما يتحدث عنه البراني يقصد به بالمفهوم النجفي هو قاعة الاستقبال يستقبل بها الناس العاديين وهذا مفتوح للكل ولكن الإغلاق هو الإغلاق للسياسيين وهذا الشيء موجود أما سيد مقتدى الصدر حين حضر مجلس عزاء في بيت السيد السيستاني هذا لا يعتبر من ضمن اللقاءات السياسية والكل تعلم ولديكم أنتو نشرت أخبار ولديكم متابعة هل رأيتم شخصا سياسيا اجتمع به السيد السيستاني طيلة هذه السنتين لا ندخل بهذا جدال رجعا طيب إذا تسمحوا لي أكمل فكرة بالنسبة التحالف الوطني أنا لا أقول أن الصورة إذا تسمح لي أنا لا أقول أن الصورة وردية وليست هناك بالنتيجة والتحالف الوطني هو قائم على كتل سياسية وهذه كتل سياسية متنافسة فيما بينها تأتي الانتخابات ويكون هناك شد وجذب وتنافس ولكن حين يجتمعون بجبهة واحدة بكتلة واحدة وتكون لهم رؤية في النقاط الأساسية على الأقل في مسير البلد في استراتيجيات البلد في الرؤية العامة هذا هو شيء المهم ولا اليوم لا بد في داخل التحالف هناك اختلاف في وجهة النظر ثم أن السيد التيار الأحرار الذي يتحدث عنه الذي تابع إلى كان جزء من التحالف وشكل الحكومة وصوت على الحكومة وصوت على التحالف وصوت على رئيس التحالف وصوت على رئيس الحكومة وصوت على البرنامج الحكومي ولا يديه 32 عضوا في البرلمان أي عشر البرلمان هو لديه وثلاث وزراء ثم يقول أنا لست في التحالف ولست فيها مع العملية السياسية وتغيير الوجوه طيب جيد من هذه الوجوه وهل هم مشمولون بهذه الوجوه التي يجب أن تغير أم لا جماعات سياسية مشاركة جميعا بالعملية السياسية وجميعا يجب أن تتحمل مسؤولية أما أن يلقى المسؤولية على كتلة دون كتلة أخرى هذا ما أعتقد أنه شيء صحيح يعني أنا أسأل السيد الأستاذ ماجد الشيخ ماجد حينما يتحدث عن إصلاحات طيب يقول تظاهرات نعم التظاهرات للمعارضة والتظاهرات للمواطنين الذين لا يصل صوتهم ليوصل صوتهم إلى الحكومة أما أنت بالحكومة وأنت مشارك وأنت مصوت وأنت عندك نواب وأنت عندك وزراء وتتظاهر على من تتظاهر على نفسك ثم تهجم على البرلمان هل هذا هو الإصلاح التحالف الوطني حين وضع الرؤية وضع رؤية إصلاحية منذ اليوم الأول قلنا أن الإصلاحات هي سياسات عامة يجب نظر إليه بكل جوانب الدولة يعني الدولة بحاجة إلى إصلاح إداري إلى إصلاح تشريعي إلى إصلاح سياسي إلى إصلاح مجتمعي إلى إصلاح اقتصادي إلى إصلاح كثير من هذه الأمور اليوم إحنا استلمنا الوضع تغير 180 درجة من نظام شمولي ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي ومفتوح على مصر أي الألام مفتوحة الانتخابات مفتوحة السياسة مفتوحة التشريعات تماما تشريعات تختلف كنا في نظام اشتراكي اليوم نظام رئيس مالي أو نظام خلنقول السوق الحر هذه التشريعات لا تنسجم على التشريعات السابقة كمقاتل يقاتل بسلاح روسي ولديه أتاد أمريكي لا ينسجم هذا الاثنان نحن نحتاج إلى ثورة بالتشريعات إلى ثورة إدارية إلى ثورة مجتمعية إلى كثير من التغيرات هذا هو الإصلاح الحقيقي ليست هناك حاجة في الدقيقة المتبقية ليست هناك حاجة إلى ثورة في النظام السياسي القائم حاليا البعض يقول المشكلة الأساسية نعم هذا هو الأول داعش مشكلة ولكن سيتم التخلص منها ولكن المشاكل ما بعد داعش هي المشاكل الكبرى التي ستواجه العاديين وأساسها أنه وافقه كالرأيي وافقه كالرأيي نعم إصلاحات سياسية نحتاج إليها وإصلاح مجتمعي فلذلك هذه الورقة التي طرحناها ورقة التشوية هي ليست ورقة سياسية فقط سياسية مجتمعية إصلاحية إدارية حكومية اقتصادية أمنية جميع الجوانب تشملها لأننا إذا لم نصلح الوضع بشكل عام لا نستطيع أن نقول هناك إصلاحات ولا نستطيع أن نقنع الشريك بأننا نعيش سوية وسوف ننتقل إلى مرحلة جديدة شكرا لك الأستاذ رعد الحيدر عضو اتلاف المواطن كان معنا من بغداد وشكرا لضيفنا أيضا من هناك الأستاذ ماجد الفرطوسي عضو التيار الصدري شكرا لكم إلى هنا مشاهدين ملفات وفد الأخوار غدا موائد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة